أصحاب النار هل فيك أخار دون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر كمثل ريح فيها صر صابت حوت قوم بضموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمون الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطالة من دونكم لا يالونكم خبالا لا يالونكم خبالا ودوا ما عن الدم قد بدت البضاء من أفوادهم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآية إن كنتم تعقلون هاتم أولئك تحبونهم تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا ودوا عليكم لنا من من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضعكم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدرت من أهدك تبوئ المؤمنين مطاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفة لمنكم أن تفشلوا الله وليهم وعلى الله فليتوكل المؤمنون إذ تقول للمؤمنين ألي يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلا إن تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم وابطقوا بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا مشى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله رفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تاكنوا الرباء أضعفا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين واتقوا الله والرسول لعلكم ترحمون